طيب ليه بقول على الدكتورة مايا مرسي المرأة الحديدية؟ أولاً وبمنتهى البساطة الدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي المرأة ما دخلوش معركة وما عملوش مبادرة لصالح الست المصرية إلا وكذبوها ونجحوا فيها نجاح حقيقي طيب اتنين مايا مرسي نجحت مع باقي أعضاء المجلس القومي للمرأة في تحقيق حلم ستات مصر في التمكين الاقتصادي والسياسي ولأول مرة تحصل في التاريخ إن عدد المستفيدين من برامج وأنشطة المجلس القومي المرأة يوصل لأكتر من 12 مليون مستفيد في سنة واحدة بس مايا مرسي فتحت الباب بمبادرات مهمة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا لما عملت مشروعات الادخار وعملت التطبيق الإلكتروني بتاع تحويشة وفتحت الأبواب لتدريب وتأهيل المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي وعملت مركز تنمية مهارات المرأة المصرية وفتحت الباب إنه تحصل إنه المرأة المصرية إنها تاخد تمويلات أو تحصل على تمويلات وتسهيلات مهمة للمرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسط سالسا نجحت في مبادرة دوي لتمكين الفتيات اللي كانت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي إنها تساعد أكتر من مئة ألف فتاة من عشرين محافظة في التغلب على التحديات الموجودة بحياتهم وإنها تؤهلهم للحياة المستقبلية رابعا في الوقت اللي البعض فيه بيتاجر بقضايا المرأة أو بيتكلم فيه عن المرأة بشكل يرجعنا الوراء عشرات السنين ما أخلي بالكو برضو يا جماعة فيه رجالة كتير جدا أعداء لمجلس القومي للمرأة وأعداء للدكتورة مايا مرسي ليه؟ لأن هي شغلتها إنها تدافع عن حقوق المرأة ضد مين؟ ضد مين؟ ضد الرجل ده من ضمن أعمالها فهو الرجل هيحبها ليه؟ هي عدوته طيب؟ مع احترامي للرجال أوكي؟ مايا مرسي خادت أكبر باركة وهي التصدي لكل أشكال العنف اللي طالت المرأة المصرية وكلفت الدولة أكتر من 2 مليار جنيه ما هو احتقار المرأة ودورها بيسبب العنف والعنف على فكرة ضد المرأة بيسبب خسائر وزي ما شفتم كده فيه خسائر بالمليارات مايا مرسي تصدت لكل ده وغيرت لكل ده وغيرت كل ده من خلال حملات طرق أبواب وتغليز قوانين وزيارة الفتيات في المحافظات وزيارة الوعي وتدريب السيدات وفتح الباب قدامهم ومساعدتهم في فتح مشروعات عشان يحققوا استقلال اقتصادي يغنيهم ويكرمهم إن نجاح اللي حققته مايا مرسي في الملف ده سندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلتهم يغيروا رؤيتهم لمصر والوضع المرأة المصرية والأهم من كل ده كان مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة اللي بيضم شبكة دعم قانونية وبيقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وكمان إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية جوى المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهدة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بيئ مدريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بن ياب العم لسه ما خلصتش ده لسه فيه كمان خامسا المرأة الحديدية مايا مرسي دخلت معركة كبيرة للقضاء على ختان الإناث ودي كانت معركة مرعبة وجهدها وتحركها كان سبب في تعديل التشريعات والقوانين لتغليز العقوبات وده بقى حقق نتائج سريعة على الأرض أهمها انخفاض نسب الختان بين البنات بنسبة كبيرة جدا بسه ما خلصتش سادسا شفنا لأول مرة اطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية ليه؟ عشان يدرب ويؤهل قدرات موظفات الحكومة وبرنامج سيدات يقودنا المستقبل ليه؟ لتنمية المهارات القيادية للشابات الفتيات وتم استخراج ما يقرب من قد إيه يا اسماعيل؟ من مليون بطاقة رقم قومي للسيدات لتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة والإدلاق بأصواتهم في الانتخابات طيب خلصت يا بسمة؟ لا ما خلصتش سابعا شفنا المجلس القومي للمرأة وهو بيقود معركة كبيرة عشان قانون حظر زواج الأطفال موضوع كرسة وشفنا أخيرا تحرق قوي عشان نقضي على الجريمة دي دي جريمة اللي كانت بتحصل في حق بنات مصر وشفنا تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش تحرش الجانسي وإزاي نجح كل ده مع مبادرات مايا مرسي